ما رأيك إذا ما تخذنا إيران وإسرائيل اليوم نموذجا لما نتحدث عن الحروب السيبرانية هل تحل مكان الحرب التقليدية بين إيران وإسرائيل بالتحديد ونحن شاهدنا كمية الهجمات التي شنها البلدان ضد بعضهما البعض مساء الخير أولا أحييك وأحيي ضيوفك ومشاهديك الكرام لا أعتقد أن الحرب السيبرانية ستكون بديلا للحرب إما التقليدية أو حتى بأسلحة الدمار الشامل ومنها النووي لكن بالتأكيد هذه الحرب زادت أهميتها في السنوات الأخيرة زادت قوة وانتشارا زاد عدد اللاعبين فيها إن شأتي سواء كانوا لاعبين حكوميين أو حتى غير حكوميين أو لاعبين غير حكوميين يعملون مع حكومات دون أن يظهروا عن انتمائهم الحقيقي وهنا تكمن صعوبة معرفة الدولة المعتدى عليها لمن هو الذي اعتدى عليها وبالتالي كيف سترد؟ هل ترد على أفراد؟ هل ترد على حكومة؟ هل ترد على بلد؟ هناك مجموعة من الإشكالات التي يطرحها هذا النوع من الحروب على اللاعبين الدوليين في حالة إيران وإسرائيل إسرائيل تعرف تماما في كل مرة تهاجم فيها أنظمة إسرائيلية سواء كانت لشركات تأمين أو حتى لدائرة المياه في إسرائيل والإيرانيون يعرفون أنه في كل مرة تهاجم فيها شبكة كمبيوتر تابعة لمفاعل نووي إيراني منشأة نووية إيرانية أو حتى لمنشآت خدمات عامة في إيران تعرف أن وراءها إسرائيل بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر